جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش دعوته أطراف الصراع الإثيوبي إلى وقف القتال في إقليم تيجراي وتهيئة المناخ لاستئناف محادثات سياسية وتحدث جوتاريش إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وإلى زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ديبريسيون جابري مايكل لإقناعهما بالعودة إلى الحلول السياسية وللمرة الأولى منذ نحو عام أعلنت الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي يوم أمس تجدد القتال بينهما في الإقليم الشمالي للبلاد وللمزيد من النقاش ينضم إلينا من كولورادو عبر سكايب الباحث في الشؤون الإفريقية إبراهيم إدريس سليمان سيد إبراهيم أهلا وسهلا بك في ضوء الآن تجدد القتال بعد فترة من الهدوء وفي ظل أيضا هشاشة الوضع الأمني في إثيوبيا إلى أين تتجه الأمور برأيك؟ أستاذ أسماء عطفا على التقرير الشامل الذي تقدمتم به في تقديري هذا التصعيد هو تصعيد كان غير متوقع قبل يوم أما الآن وبصدور بيان رسمي من الحكومة الإثيوبية يؤكد على أنهم سيقاومون وسيستهدفون مواقع عسكرية تحديدا كما أشار في بيانهم على أن الجماهير عليها أن تكون بعيدة من هذه المواقع العسكرية هذا يدل أن المعركة قاب قوسينا وأدنى أنها إن لم أجزم فأؤكد أن 70% من تواجد القوات في تيجراي في أقليمي العفر والأنه يؤكد أن هناك تصعيد جديد لفت انتباه كل المؤسسات الدولية والسكرتيري العام آخرهم نعم يعني على ذكر المنظمة الأممية يعني الأمينة العام للأمم المتحدة جدد دعوته الآن أطراف الصراع إلى وقف القتال في أقليم تيجراي بالتالي فرص عقد مفاوضات جديدة في ظل استئناف القتال مجددا وبهذه الشراسة يبدو أنه على متواليتين متوالية المفاوضات ستستمر لأنها تم القبول من الطرفين ومتوالية التصعيد العسكري أيضا مستمرة تيجراي بتحاول تؤجج الموقف من أجل تأكيد على شروط مسبقة للحوار إثيوبيا كدولة أكدت على ان التزامها بالتفارض وحددت لجنة مفاوضية رسمية مدعومة أيضا من الاتحاد الدولي ومعززة بعلاقات مباشرة مع مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الغنفريقي ومباشرة مراقبة الأمينة العام يؤكد أن هناك ضغط قابق أوسين وأدنى سيفجر مواقف ضغط عملية لأسيما أن الأمريكان والأوروبيين عندهم النهاردة ممثلين لهم من خلال بعض المؤسسة الدولية فيما قليل لم يكن كالسابق فهناك شاهد على التطورات من داخل تيجراي من داخل العاصمة في عاصمة الأقليم هذا لن يشجع أن قيادة في تيجراي تستمر في هذا المنحة العسكري وفي حال تم الاستمرار بهذا المنحة العسكري كيف يمكن تدارك كارثة تحدق بالوضع الإنساني وما سوف يترتب عليه طبعا من مجاعة ونزوح يؤسف الكل ويؤسف العالم وشخصيا أنا قلق جدا على هذه التطورات ودي بتأكد أن هناك محور جديد لمعارك غير متوقعة كانت وفرصة السلامة التي قابت قوسينا وأدنى أن تحقق برامجها لا سيما أن رئيس الجفة الشعبية التحرية تيجراي أكد أن هناك مفاوضات سرية مستمرة قبل يومين هذا يؤكد أن هناك قتامة على الاحتمالات الإيجابية وهناك منافذ جديدة لحروب ومعارك غير مستحبة من كل الأطراف الدولية والمحلية والأقليمية إذن شكرا على انضمامك معنا من كولورادو عبر سكايب الباحث في شؤون الإفريقية إبراهيم إدريس سليمان شكرا جزيلا